اشتركوا في القناة الدورة السداسية لدوري زين البحرين لكرة السلة وذلك بعدما تغلب عليه بأربع وسبعين نقطة مقابل سبعين في المباراة التي جمعت بينهما على صالة اتحاد السلة في أم الحصم من جانبه واصل فريق المنام انفراده في صدارة الدورة السداسية بعد فوزه الرابع على التوالي والذي جاء على حساب النودرات بثلاث وثمانين نقطة مقابل احدى وستين واصل فريق الأهل صحوته في دورية درجة الأولى لكرة القدم بعدما تمكن من انهاء قمة مباريات الجولة الثامنة لصالحه وذلك بعد فوزه على نظيره الرفاع في اللقاء الذي جمع بينهما على استاذ البحرين الوطني بهدفين مقابل هدف واحد المحترف البرازيلي دييغو تقدم أولا للأهل بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة العشرين واضاف زميله أوتشير هدف الثاني في الدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة جزاء قبل أن يقلص محمود المواس للفارق للرفاع عند الدقيقة التاسعة وستين المواس تأتي لحسن عيسى أبو علي قد يسدد ولكن مقطوعة تصل إلى المواس خطيرة المواس يبدو حادا في تسجيل الهدف الأول المواس يبدو حادا في تسجيل هدف التسجيل في الجانب الآخر عزز فريق الحد صدرته للدوري بعد فوزه على رفاع شرقي بهدف دون رد هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الثانية والعشرين عن طريق المحترف النيجيري أريك ليرفع الحد رصيده إلى ثمانية عشرة نقطة في صدارة الترتيب العام للمسابقة هذا وتختتم مساء اليوم مباراة فريات الجولة الثامنة بإقامة ثلاث مواجهات إذ يلتقي فريق المنام مع نظيره البسيتين على استاد البحرين الوطني عند الساعة الرابعة والربع تليها مواجهة الملكية مع الحالة عند السادسة والنصف مساء في حين سيلتقي المحرق بفريق سترة على استاد الناد الأهلي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم